واحنا متشوف الفيديوهات دي الجوال بتاعت مطشات الاهلي تحديدا. تذكر زمان كان دايما جمال حمزة في مطشات النادي الاهلي هو الورقة اللي تخوف او تقلق الاهلي دايما. انت مطش الاهلي ده بالنسبة لك كان مطش خاص بتنزله بشو اللي خاص ولا كان بالنسبة لك زي اي مطش. ده مش داي اي مطش طبعا يعني تلاعب فريق النادي الاهلي فريق كبير والمنافس على طول بتاعك. شايفين يا جماعة كابتن جمال ما بيفرجش على هدافه خالص. اه مش معي فعبا بص على هدافه. صح نفسي اخيش هربص. لا يا الليجوان انا بقولك الليجوان اتخرج. اه انما الحاجات التانية لا. اه. اه اه لا مطش القلي بيبقى طبعا ليه تركيز خاص وليه اهمية خاصة. الناس كلها اه متجمع عشان تتفرج عليه. من واي انا صغير الناس كلها بتكلم ما بتتكلمش غيرها على مطشة الزماني كل اهلي. على طول الليجوان اللي بتيجي في التلفزيون كان زمان هي مطشات اللي بتتزاع.. فلازم أبقى مركز عندي.. يعني حاجة في.. 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 زكريتي من هو أنا صغير.. إن اللي جوان اللي في الماتش ده بس اللي بتتزاع.. اللي بتتشاف.. اللي جوان اللي بتيجي في الماتشات التانية.. ما بيجيش.. كان زمان قبل ماتش الزمالك والأهلي.. بيعيدوا الأهداف.. اللي هي.. تاعة الماتشات اللي قابليها.. فدايما كان ده اللي في دماغي إنه عايز أجيب جنف الماتش ده عشان يقضي يتعادف.. عشان يتشاف.. اه بالظبط كده. وكيه كيه ماتشاكه كلها كان بالماتشاك لالو الزمالك. اه بزمت بس ايه. اه بزاكرتي هو ده الماتش اللي جوان بتاعته 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 تتعد. فعشان كده كنت دايما مركز في الاهداف في الماتش الزمالك كلها. لو بحطوا حطوا الكورة دي تاني ماتشاك. لو يعني برضو في الحاجات اللي بتدايقني بقى دلوقتي الارقام مثلا بتاعتي. اه. ارقام لو انت بتتكلم فارقام هتلاقيها يعني كويسة. انا جايب حوالي خمسة وسبعين جوان اولو اربعة وسبعين جوان حاجة كده يعني. بالنسبة لطريقة لعبي او مركزي في الملعب ممكن تبقى مقبولة. رقم كبير طبعا. بس لو انا كنت مركز في اللي انا اجيب جوان اكتر كنت هممكن اعدي مية مية وشوية يعني. لو انا مركز في موضوع اللي جوان بس انا عمري منزلت الماتش بقول انا عايز اجيب جوان. يعني دي غير ماتش الزمالك كلهاي. ده انا عايز اجيب جوان. بس. اه. انما اي ماتش تاني لا انا عايز اكسب. اه. يعني مركز. انت جبت جبت جوان في الاهلي. سبعة. سبعة احلى واحد فيهم. اه ده. بتاع الكاس. اه طبعا. الجوان ده كمان كنت لسا بقولهم عدو. هاتو تاني يا شباب معلش اللي فات. انت كمان كنت بتشوت من السبات حلو قوي. يعني الكرة سابتة انت مش بتعزم. الكرة سابتة والا. يعني الكرة واقفة يعني مش كرة واقفة. بكل وقفة. اه طبعا. كان في الاكسترى time. يعني كان خلاص برضو ايه? الماطش بياخلص. اه الماطش بياخلص في الشوت. اه قلولي انك سمعيني. حد السمعين. في الشوت التالت فكت خايف كان. اعتقد اللي قدامي عامل نحاس. اه عامل نحاس. فكت خايف لو قرب. هي. خطوة كمان ما كتش عارف اشوت. فانا وقفت وشدت على طول قبل ما يقرر بس بس كلها وقفت تحت رجلك انت مش بترجع الولى ولا حقا هبا انا في تحت رجلها شوت بالضبط فهي قرار يعني بس طوان فيها توفيق من الذين